اهلا بكم اعزائي طلبات وطالبات الصف الخامس في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مادة اقلام الكتاب الحقيقة المادة دي انا باعتبرها من المواد الرائعة المشوقة العملية بنسبة 100% لانها هتعرفك يعني ايه اقلام كتاب يعني ايه موظف ايه اقسام المحاكم ايه اقسام الموظفين في المحكمة واجبات الموظفين واجب الموظف ايه الحاجات المفروض يعملها والحاجات المفروض ما يعملهاش كل ده هنعرفه مع بعض من مادة اقلام الكتاب طب لو جينا معنى المادة نفسها اقلام يعني ايه اقلام يعني معناها اقسام الكتاب اللي هم من سكرتارية الجلسات او المحضرين او يعني كاتب بمعنى ان هو بيشتغل في الاعمال الكتابية او السكرتير طب لو جينا بصينا مع بعض كده في الشاشة هنلاقي يا أولاد مادة أقلام الكتاب بتنقسم إلى أقسام الأعمال الإدارية عندي أقلام كتاب أقلام جنائية أقلام محضرين تاني وعايزكم تحفظوهم مادة أقلام الكتاب يعني المادة نفسها أو الأعمال الإدارية ممكن في الامتحان يقولك ما هي أقسام الأعمال الإدارية أكمل من أقسام الأعمال الإدارية نقط ونقط ونقط يعني أنت لما هتشتغل في المحكمة عمل إداري الأقسامة التلاتة اللي انت هتشتغل فيهم عندي قسم أقلام الكتاب رقم واحد الأقلام الجنائية أقلام المحضرين هقولهم تاني أنا عندي أقسام أعمال الكتاب أو الأعمال الإدارية تنقسم إلى 3 أقلام كتاب أقلام جنائية أقلام محضرين افتجارهم زي الأغنية كده أقلام كتاب أقلام محضرين أقلام جنائية طيب لو جينا بعد كده بصينا التأسيمات بتاعتهم مادة أقلام الكتاب عندي أولا القسم المدني بتنقسم للقسم المدني القسم المدني بينقسم عندي لعدة أقسام هنشوفهم مع بعض وعندي بينقسم تاني حاجة لشؤون العاملين والسكرتاريا يبقى أنا قلت الأول أن أنا عندي أقلام كتاب أقلام محضرين أقلام جنائية أقلام الكتاب نفسها بتنقسم للقسم المدني وشؤون العاملين والسكرتاريا والمكتبة القسم المدني ده بيشمل جميع اعمال او الكتابية للموظفين شؤون العاملين هنشوف كل قسم و هنتكلم عنه على حدة بس لو جيه في الامتحان قال لي ايه هي اقسام الاعمال الادارية اقلام كتاب اقلام محضرين اقلام جنائية لكن حفوان لو قال لي ايه اقسام اقلام الكتاب نفسها هقول فيه القسم المدني قسم شؤون العاملين السكرتاريا والمكتبة لو جينا بعد كده بصينا لمدة اقلام الكتاب القسم المدني وعندي القسم المدني بينقسم لعدة اقسام قلم النسخ قلم النسخ ده لو انت اشتغلته ربنا كرمك و بقيت موظف في قلم النسخ يا ترها تعمل ايه وظيفة الموظف في قلم النسخ انه هو ينسخ الاحكام من اسمه انا بنسخ الاحكام بسلم الصور والشاهدات انا موظف بعد ما الحكم بيتكتب احنا خدنا قبل كده في قانون المرافعات ان فيه حاجة اسمها مسودة الحكم ان القاضي بيكتب الحكم بخط ايه ايده هل ينفع ده انا هاعتمد عليه كحكم نهائي لا طبعا انا بعد ما القاضي بيكتب مسودة الحكم عندي بوديها للموظف بتاع قلم النسخ بيعمل ايه الراجل ده بينسخه على الكمبيوتر ويجهزه ويحضره وينسخه وبيكتب برضو الشاهدات والصور يبقى ده قلم النسخ والصور تاني حاجة عندي قلم الجلسات موظف الجلسات ده بقى عندي هنا مختص بان هو بيعمل رول الجلسات يعني ايه رول يعني انت لما بتيجي مش بتلاقي المحكمة كده لها عاملة زي قاعدة بيانات او لوحة دلوقتي بقى لوحة بدل للحاجب بينده قضية رقم واحد قضية رقم اتنين قضية رقم تلاتة من اللي بيحط اللي الارقام دي من واحد لخمسين او من واحد لمية وطفر على حسب ما هو بيرتبها سكرتير الجلسة طب مين اللي بيعمل تاريخ الجلسات عندي سكرتير الجلسة سكرتير الجلسة برضو عنده يعني انت لو اشتغلت سكرتير جلسة بإذن الله أو أمين سير هيبقى عندك حية اسمها أجندة يومية الجلسات الأجندة دي مختصة بإيه؟ انت بتسجل فيها كل اللي بيحصل في الجلسة الحكم اتلغى الحكم اتأجل الحكم صاحب الحكم المدعي والمدعي عليه أخذ براءة وأخذ حكم كل ده أنا هعرفه من فين؟ من خلال الأجندة عايزة روحة أسأل على القضية بتاعتي الاسم والرقم كل ده هلاقيه مسجله يعني كل ما يخص القضية هلاقيه هو مسجله فين؟ في أجندة الجلسات وبيحضرها قبلها بيوم قبل ما يشتغل القاضي في الدائرة المفروض ان السكرتير هو اللي بيحضر الأجندة دي طيب ايه تاني عندي بيعمل السكرتير؟ قلت بيعمل الرولات وبيحضر الجلسات قبلها بيوم في أجندة الجلسات وبيفتح ساعة غلقه وفتح المحضر يعني هو موجود جنب القاضي بيكتب انه في يوم كذا الساعة كذا تم فتح محضر كذا يعني بيقول ادي محضر الجلسة تفتح وتقفل امتى؟ ساعة تفتح وغلق المحضر واليوم والتاريخ وبيمضي سكرتير الجلسة في الآخر على محضر الجلسة وبيمضي المستشار أو رئيس الدائرة اللي معاه بعد كده في عندي قلم الجدول احنا تكلمنا اول حاجة قولنا قلم النسخ والصور وقلت عندي الجلسات امين سر الجلسات بيعمل ايه؟ قلم الجدول الجدول ده بقى بينظم لي تاريخ الجلسة هو اللي بيحدد لي معاه تاريخ الجلسة قلم الحفظ المفروض ان القضايا بعد مدة معينة بتتحفظ بتتحفظ عندي بعد ما بيصدر الحكم النهائي فيها لمدة خمس سنين فموظف الحفظ المفروض ان هو بيشيل او بيتحفظ على القضايا دي عشان ما يحصلهاش اي ضرر بحيث ان انت لو حبيت بعد ما الحكم النهائي يصدر في القضية تسحب ورقة في اي وقت سواء انت مدعي او مدعي او مدعي عليه تاخد صورة من اي مستند طبعا بعد موافقة الجهات في المحكمة بتروح لقلم ايه الحفظ لان خلاص القضية تم ايه حفظها او تم الحكم فيها انتهت بعد كده في عندي قلم الخزنة ده المسؤول عن ارادات اللي بتدخل وبتخرج من المحكمة لارادات المالية في عندي قلم الحسابات ده كل ما يخص الحسابات من ما هي الموظفين من اللي بيتخصم منهم لو حد اخد مثلا انذار او جزة بيتخصم منه فمين اللي بيخصم منه قسم الحسابات من العلوات والترقيات برضو كله قسم ايه يعني الحسابات الفلوس كلها قلم مراجعة الرسوم مراجعة الرسوم ده انا بروح معايا الدعوة بعد ما باخد الدعوة عشان اسجلها قبل ما اسجلها او اسلمها لازم في موظف مختص بمراجعة وقيد الرسوم يقول لي والله الدعوة دي مطلوب فيها طلبات كذا يبقى الرسوم اللي عليها بكذا وكذا طبعا دي بتكون نسب محددة بعد كده في عندي قلم القيد قلم القيد الموظف مختص بقيد الصادر والوارد يعني ايه الصادر والوارد مفيش ورقة بتدخل المحكمة غير لما تاخد رقم يبقى هي جاية ليا يبقى بسميها ايه صادر ولا ورقة بتخرج من المحكمة غير لما تاخد رقم يبقى بسميها ايه هتطلع برا المحكمة بسميها وارد يبقى موظف القيد مختص بقيد الصادر والوارد في عندي بعد كده قلم المطالبة وده بيختص بالمطالبات القضائية يبقى لو جيت للقسم المدني ممكن يقولي في الامتحان أكمل ينقسم القسم المدني إلى نقط هقول قلم النسخ والصور قلم الجلسات قلم الجدول والحفظ والخزنة الحسابات مراجعة الرسوم وقلم القيد وقلم المطالبة ممكن يقولي اكتب باختصار عن قلم القيد هقوله اختصاصه ايه؟ الموظف يختص بقيد الصادر والوارد اكتب بإيجاز عن مراجعة الرسوم هقوله مراجعة الرسوم الموظف مختص بقيد ايه؟ قيد الرسوم لو جينا بصينا بعد كده هلاقي الأعمال الإدارية في عندي تاني حاجة اسمها الأقلام الجنائية الأقلام الجنائية عندي بتنقسم برضو لتلاتة نيابات الاستقناف والنيابات الكلية والنيابات الجزئية تاني الأقلام الجنائية عندي بتنقسم لتلاتة شطار نيابات الاستقناف والنيابات الكلية والنيابات الجزئية لو جينا مسكنا اول حاجة النيابات الكلية هلاقي النيابات الكلية بتوجد في عواصم المحافظات يعني اي محافظة على مستوى الجمهورية المحافظات اللي موجودين لازم هلاقي في كل محافظة نيابة كلية طيب النيابات الجزئية بتوجد في عواصم المراكز والبنادر يعني اي مركز او بندر او قرية صغيرة لازم هلاقي فيها ايه هلاقي فيها نيابة جزئية إبه كده في الجزئية وكلية جزئية في عواصم البنادر والمراكز أما الكلية في عواصم المحافظات طب لو جينا تكلمنا أو بصينا على نيابة الاستقناف نيابات الاستقناف هلاقيها الأماكن بتوجد فيها وممكن في الامتحان يقول لي أكمل بتوجد نيابات الاستقناف في نقط هلاقيها بتوجد في القاهرة يعني عشان أنت تحفظها لو أنت رايح مشوار أول حاجة لازم بتفكر تعدي على مين على القاهرة حبيت تصيف اسكندرية وطنطة أو الإسماعيلية طب خلاص هترجع بلدك لو أنت من الفلاحين هتبقى طنطة والمنصورة لا أنت مستعيد أسيوت وبنسويف دي طريقة عشان تحفظها بيها لكن هم من بيوجدوا عندي في سبع محافظات نيابات الاستقناف عندي بتوجد في القاهرة والإسكندرية وطنطة والمنصورة والإسماعيلية وأسيوت وبنسويف طب لو جيت بعد كده بتنقسم أقلام المحضرين إلى عندي محضر قلم محضر إعلان محضر تنفيذ يبقى عشان من تهش من بعض أنا قلت النيابات عندي ثلاثة نيابة كلية نيابة جزئية نيابة استقناف قلت النيابة كلية بتوجد فين بتوجد في عواصم المحافظات النيابة الجزئية في عواصم البنادر والمراكز نيابة الاستقناف عندي بتوجد في سبع أماكن لها القاهرة والإسكندرية وطنطة والمنصورة الإسماعيلية أسيوت بنسويف لكن أقلام المحضرين عندي بينقسم الكام برضو ثلاثة محضر قلم محضر إعلان محضر تنفيذ يبقى لما يجي يقول لي من أنواع أو من أقسام أقلام المحضرين نقط ونقط ونقط هقول له محضر القلم ومحضر الإعلان ومحضر التنفيذ نيابات الاستقناف بقى هقول عندي القاهرة أماكن تواجدها ممكن يقول لي توجد نيابات الاستقناف في سبع محافظات اذكرهم هذكرهم هقول له زي ما موجودين عندي على الشاشة القاهرة الإسكندرية طنطة المنصورة الإسماعيلية أسيوت بنسويف لو جينا بصينا بعد كده الشروط التي يجب توافرها في من يعين كاتب احنا تكلمنا عن الأقسام قلت في عندي القسم المدني قلت ايه الأقسام الموجودة جواه قلت النيابات قلت أقلام المحضرين قلت في عندي محضر قلم ومحضر إعلان ومحضر تنفيذ محضر القلم ده كل وظيفته ان هو يسجل كل الإعلانات اللي جاياله من المحضر الأول يعني أي إعلانات عشان يروح قبل ما تسلم لازم يسجلها عنده في الدفتر بعد ما بيسجلها بيروح مسلمها المين لمحضر الإعلان من اسمه إعلان يجي يخبط عليك يقول لك يا فندم عندك جالسة يوم كذا كذا يبقى مين اللي بيسلمك الإعلان ده اسمه محضر مين محضر الإعلان أما محضر التنفيذ ده المختص التنفيذ الأحكام القضائية يعني واحدة خلعت جزها وأخدت الأحكام والنفروض ان هي تاخد تمكين بالشقة يبقى مين اللي هيمكنها بيطلع محضر التنفيذ بعد الحكم القضائي ما بيصدر ومعها قوة قضائية قوة سلطة التنفيذية بتمكنها السلطة التنفيذية من التمكين بالشقة طب الشروط اللي يجب توافرها فيه من يعين كاتب يعني أنا لو اشتغلت موظف إيه الشروط اللي المفروض تتوافر فيها عشان يقبلوني قال لي أول حاجة قال لا يقل المؤهل عند التعيين عند التعيين عن شهادة السنوية العامة أو الدبلوم يعني المفروض الموظف اللي بيجي يقدم بياناته للحكومة أو للوظيفة لازم يكون حاصل على شهادة السنوية العامة طب ما معهوش شهادة سنوية العامة يبقى دبلوم دبلوم شعبة قانون مثلا زي ما احنا تخصصنا عشان يشتغل في المحكمة طب لو هو معاه مؤهل أعلى لو معاه مؤهل أعلى أنا بسميه أمين سر يعني لو الكاتب حاصل على لصنص حقوق بسميه أمين سر لكن لو ما كانش حاصل على لصنص حقوق يعني حاصل على دبلوم أو شهادة السنوية العامة بسميه سكرتير الجلسة لو جينا بصينا بعد كده على واجبات العاملين بالمحاكم بقلت ان اول حاجة لازم يكون ايه حاصل موظف على شهادة السنوية العامة ان هو يكون مفيش عليه اي ملفات جنائية ان هو يكون حسن السمعة والسلوك يعني هو محمود سيرته محمودة بين الناس ما يقلش عن 21 سنة ميلادية يكون مصري الجنسية دي الشروط اللي يجب تتوافر على من يعين كاتب طب واجبات العاملين بالمحاكم ايه الواجبات الموظف فيه ليه حقوق وعليه حقوق وليه واجبات او فيه اعمال محظورة المفروض ما يعملهاش يبقى فيه حاجات واجبات عليه المفروض ان هو يعملها وفيه حقوق ليه المفروض ان هو ياخدها وفيه اعمال محظورة المفروض ان هو ما يجيش نحيتها او يعملها طول ما هو في اداء الخدمة الوظيفية لو جينا مسكنا اول حاجة واجبات العاملين بالمحاكم اول حاجة عندي الموظف بيحلف اليمين يعني بيقول زي ما المحامي بيجي يحلف اليمين هو كمان بيحلف اليمين انه هو ما يخونش الوظيفة بتاعته ولا انه هو يعمل او اي سلوك منحرف فبيحلف اليمين انه هو يلتزم بالمهنة بتاعته تاني حاجة استلام الاوراق القضائية يعني انت بما تروح تسلمه دعوة ما يجيش يقولك لا الصنع مش فاضي انا النهاردة بفتر السمعية مشوار لا انت ده حق واجب عليك طول ما انت في فترة او في ساعات العمل المفروض تستلم مني كل ورقة قضائية انا جاي اسلمها لك سواء بصفتي كمحامي او مدعي تحرير المحاضر بيحرر المحاضر زي ما قلنا في اول الحلقة بيكتب بداية فتح المحضر بداية غلق المحضر اليوم والساعة والتاريخ بيكتب المحكمة اللي فيها الدعوة مقامة فيها الدعوة اسم رئيس المحكمة بكل ده مين اللي بيكتبوا عندي بيكتبوا عندي سكرتير الجلسة او امين سر الجلسات زي ما قلنا يبقى اول حاجة قلت ايه حلف اليمين استلام الاوراق القضائية تحرير المحاضر لو جينا بصينا بقى على واجبات العاملين بالمحاكم الواجبات اللي المفروض ان هو الموظف في المحكمة يعملها اول حاجة الامتناع عن ازاعة الاسرار القضايا يعني ما تبقاش ولا ما تبقيش زي خلت بمبة جات جرتك عندك في البيت وقالتلك سكوتي فلانا اتطلقت انتي معرفتش تقول لها اه ده جوزي لسه حكيه لينا وانا شغالة في المحكمة شفتها دي خلعة ورفعة وعملة ومسوي البلد كلها تعرف قصة الستة دي طلقت ازاي المفروض اي سر من اسرار القضايا ما يطلعش برا الجرسة يبقى المفروض ان هو الموظف ايه الواجب اللي عليه الامتناع عن ازاعة اسرار القضايا تاني حاجة الحفاظ على العهد والامانات يعني مش النهار ده انا مزنوق اروح فاتح الخزنة اللي هي في عهدتي ملايين واخد الفلوس دي واقول انا هسلف نفسي وامشي نفسي بيها اليومين دول اصل ايه اصلا انا مزنوق في ارشين لا دي عهدة وامانة مفروض ان انا حافظ عليها الاجهزة اللي عندي في المكتب دي عهدة الكرسي اللي انت موجودة عليه ده عهدة وامانة عليك المكتب اللي انت بتكتب عليه لدرجة الورق اللي انت بتكتب عليه المفروض تحافظ عليه لان ده يعتبر من العهد والامانات من اموال الدولة اللي المفروض كلنا نحافظ عليها ما نهدرش الاموال دي حسن معاملة الجمهور يعني اتعامل مع الناس بطريقة شيك انا كموظف اعامل الجمهور بطريقة كويسة ما جيش اول ما يجي يقول له لا والله انا مش فاضي اصلا انا النهاردة انت جيت متأخر وانا كان عندي معات خلاص تعالى فوت علينا بكرة المقولة اللي بيقولها الممثل الشهير كان دايما في الفيلم يقول ايه فوت علينا بكرة يا فندم تعال فوت علينا بكرة ويجي بكرة بكرة ده ما بيجيش لا المفروض انت كموظف تتعامل مع الناس بطريقة شيك زي ما بتدخل اي منظمة او هيئة بيقولك اتفضل يا فندم برضو احنا بنرتقي بالمصلحة الحكومية من خلال القانون بيعرفك ان انت تتعامل مع الدمهور بطريقة لبقة وشيك لو جينا بصينا كمان المحافظة على كرامة الوظيفة المفروض انا كموظف احافظ على كرامة الوظيفة ما ينفعش اروح الشغل بجلبية ده لا يليق لازم الكاتب بيبقى لابس بدلة او اميس وبنطلون لكن ما ينفعش يروح بجلبية الشغل المحافظة على الاموال العامة الفلوس اللي تحت ايدي او الاموال العامة لملك الدولة انا احافظ عليها التعاون مع الزملاء مش انا ايجي اقول لهم لا انا مش هشتغل معاكم انا اشتغلت كتير ويكون هو ما بيشتغلش اصلا اطاعة اوامر الرؤساء انه المفروض اكون متعاون مع رئيسي في الشغل او زملائي في العمل اسمع كلامه والاوامر اللي هو بالدهان في الشغل انفزها خلص شغلي اول بول ما تقاعش عن تنفيذ المهمة دي يبقى المحافظة على كرامة الوظيفة المحافظة على الاموال العامة التعاون مع الزملاء المفروض ان انا اكون متعاون مع زملائي اقدي كل الواجب اللي علي بحبه ويبقى فيه احترام وود بيني وبين الزملاء لو جينا بصينا بعد كده هو حقوق العاملين بالمحاكم عندي العاملين بالمحاكم ليهم حقوق احنا قلنا دي الواجبات طب ايه الحقوق اللي على الموظف المفروض ان هو يعملها اللي ليه عند الدولة اللي اول حق ليه هو الترقية ان هو بترقى في المعادل اللي احنا عارفينه فيه مواعيد معينة محددها القانون الخدمة المدنية الموظف خلال المدة دي طالما معلهوش جزاءات او مفيش اي مانع يمنعه من هو يحصل على الترقية فياخدها في معدها تاني حاجة البدلات لو ليه بدلات او امتيازات بدلات عينية او امتيازات بياخدها برضو دي حق من حقوقه الرعاية الصحية هنلاقي الدولة ان هي بتوفر لك تأمين اجتماعي تأمين صحي وده التأمين الصحي الشامل اللي موفرات الوقت الدولة للموظفين الدولة عشان تحقق اكبر قدر من الرعاية الصحية عشان يبقى فيه تكافل للموظف من ناحية الصحية وفيه مراعالي من ناحية الصحية يبقى لو جينا لحقوق العاملين بالمحاكم قال لي اول حاجة ترقية تاني حاجة البدلات تالت حاجة الرعاية الصحية لو جي في الامتحان قال لي ما هي حقوق العاملين بالمحاكم نفرق بينها وبين الواجبات هقول له الحقوق هي الترقية والبدلات والرعاية الصحية لكن ايه الواجبات المفروض الموظف يعملها أو المحافظة على كرمت الوظيفة المحافظة على العهد والأمانات المحافظة على الأموال العامة حسن معاملة الدمهور المحافظة على موايد العمل ما يبقاش أنا شغلي الساعة 9 واروح الساعة 12 أو روح الساعة 10 ما يبقاش المفروض أن أنا أمشي الساعة 2 من شغلي وأنا أزوغ وامشي الساعة 1 لا المفروض أن أنا يبقى أحافظ على كرمتي كرمت الوظيفة لأن كرمت الوظيفة من كرمتي تاني حاجة أحافظ على العهد والأمانات وحافظ على الأموال العامة اللي موجودة عدم إذاعة الأسرار مزعش الأسرار اللي تخص القضايا يعني يبقى موظف أمين على الأسرار الموجودة بالنسبة لي يبقى دي إيه الواجبات قلنا الفرق بين الواجبات والحقوق شاسع يعني لو في الامتحان قال لي ما هو حقوق العاملين بالمحاكم غير ما هي واجبات العاملين بالمحاكم طب إيه الأعمال المحزورة على العاملين بالمحاكم يعني إيه الأعمال اللي المفروض الموظف ما يعملهاش أو ما يجيش جنبها قال لي مخالفة القوانين إيه المفروض الموظف في قوانين محطوط في المؤسسة اللي هو شغل فيها أنا ما خلفش القوانين دي ما خلفش قوانين إن أنا أعمل إيه إن أنا زي ما ضربنا مثال لسنة تالتة قلت الإضراب ما ينفعش إن أنا قادر رب عن العمل لا ده يعتبر مخالفة ما خلفش إجراءات أو قوانين للأمن العام والخاص للمؤسسة اللي أنا شغل فيها أحافظ على إجراءات السلامة المهنية للمنشأة اللي أنا شغل فيها يعني لو قال لي مثلا ممنوع التدخين في منشأة معينة يبقى المفروض إن أنا أراعي عدم مخالفة القوانين ممنوع الدخول بدون كمامة أو ممنوع ارتداء حاجات مخالفة للزي فيه ناس بيبقى ليهم زي موحد أو معين بالنسبة للموظفين يبقى أنا أروح بالزي اللي المؤسسة حطهولي مش أقول لا أصل اللون ده مش عاجبني ما أنا ارتضيت إن أنا أشتغل في المؤسسة دي يبقى هرتضي بقوانينها المفروض إن أنا ما خلفش أي قانون من قوانين المؤسسة اللي أنا شغل فيها الإهمال والتقصير ما ينفعش يبقى الموظف يسحى الصبح يدور على الورق فين الورق ولا يكون واكل على الورق والورقة تبقى مزيتها ومنيلة ومشحمها وحالتها حالة ويقعد يقول له فين أصلا كنت حاطبت محضر الجلسة جنبي أصبني مبارح كان بيلعب به لا أنت لازم تحافظ على كل ورقة وتحافظ عليها وتهتم بيها عدم الإفساح بأي تصريح إلى الصحف مفروض إن أنا في مكان حساس أو موقع حساس وفيه أسرار ممكن تخص الأمن تخص قضايا الناس تخص في الأحوال الشخصية بتبقى فيه أسرار بين الأسر يبقى المفروض أنا أي سر أعرفه من القضايا ما أزعهوش ولا قدل بأي تصريح للصحف إن ده يعتبر مخالف لقوانين بتاعة المؤسسة بتاعتي يبقى من الأعمال المحظورة زي ما قلنا عدم مخالفة القوانين الإهمال عدم الإهمال والتقصير عدم الإفساح بأي تصريح إلى الصحف يبقى ما يجي في الامتحان يقول لي ما هي الأعمال المحظورة على العاملين بالمحاكم أو أكتب بإيجاز الأعمال المحظورة على العاملين بالمحاكم بسرعة هروح أقول له عدم مخالفة القوانين عدم الإهمال والتقصير عدم الإفساح بأي تصريح عدم الرد على الجهاز المركزي للمحاسبات يعني فيه بيانات بيطلبها الجهاز المركزي للمحاسبات المفروض مجرد ما يبعتلي أنا كموظف قدل بالبيانات دي لأن البيانات دي هي بتبين عنده أو فيه سيستم هما بيبقوا عاملينه عشان يعرف مثلا معدل الجريمة في محافظة من محافظات قد إيه عايز يعرف نسب الطلاق في المحافظة المعدل بتاحها عالي ولا منخفض عايز يعرف نسب السرقة في البلد دي منتشر ولا مش منتشر كل ده بيعرفوا من خلال إيه من خلال البيانات اللي أنا ببعتها للجهاز المركزي للمحاسبات قال لا يشرب الخمر ما ينفعش يبقى موظف وبيشرب مخدرات أو بيشرب أعزاكم الله خمرة يبقى ما ينفعش لا أنا المفروض مش هبقى فايق لنفسي أنا المفروض هبقى فايق عشان أعرف أشتغل عشان نظم شغلي لكن ما بقاش فيه أي خمور أو مسكرات أستخدمها أثناء الوظيفة أو غير أو برا الوظيفة إن الموظف اللي بيبقى بيمدمن أو بيشرب دلوقتي بتعمله تحليل مخدراته وبيتفصل لو أثبت فعلا إنه هو بيطعات مخدرات لأنه ده بيبقى مغيب عن الوعي ممكن يرتكب أي جريمة في إطار أو في نطاق إنه هو مغيب عن الوعي تمام قال لا يجمع بين وظيفتين ما ينفعش الصبح يبقى شغال في المحكمة وبعد الظهر شغال سمصار أو شغال فاتح محل أو سوبر ماركت ممكن لو هو شغال سمصار أو فيه مصلحة بين الشغل ده والمصلحة للشغل ده يحاول إنه هو يربط المصلحتين ببعض عشان هو يستفاد فما ينفعش أنا كموظف عام أجمع بين وظيفتين يبقى ما ينفعش إنه هو يشرب الخمر أو يجمع بين وظيفتين أو يفضي بأي تصريح للصحف أو أي أسرار عن القضايا إزاعة الأسرار برضو ما ينفعش عدم الوساطة أو قبول الهدايا والرشوة مش يجي لبن عم يقول لي ده بلدياتي خلاص أنا إيه هخلي بالي معاه أو يجي يقول لك خد الشاي بتاعك ويروح فتح لك الدرج الرشوة دي بكل صورها سواء أنت خدتها في إيدك أو كانت عبارة عن هدية يجي يقول لك أستك كله والله النهاردة أنا شايفك حلوة بس هتبقى أحلى لو خدتي الهدية دي أنا جيب لك مجموعة هدايا كده مع بعض روح البيت وشوفي الجمال البشرة واللي مش عارف إيه لا إنت كموظف عام المفروض أن إنت بتحافظ على ده وما تقبلش إيه أي هداء أو أي وساطة مش أقول ده ابن عمتي ده ابن خلتي يبقى خلاص ده هيبقى ليه نسق تاني في التعامل كل الناس سواسية أمام القمر وكذلك الدمهور أمام الموظف المفروض أن كلهم يبقوا سواسية يبقى تاني لو قال لي إيه الأعمال المحذورة أقول ألا يشرب الخمر ألا يجمع بين وظيفتين عدم قبول الوساطة والهدايا والرشوة عدم إفشاء أسرار العمل ما ينفعش أن هو يقول كل حاجة بتحصل حتى لو لأقرب الناس إليك حتى لو للحكومة في البيت الشغل حاجة والبيت حاجة تانية أنت تحافظ على أسرار شغلك جوة مكتبك ما يطلعش أي سر برة المكتب عدم مخالفة إجراءات الأمن العام والخاص يعني المفروض الأمن في مؤسسة معينة حاطت بعض التعليمات يبقى أنا المفروض أن أحافظ على التعليمات دي عشان سلامتي وسلامت بقية زميلي ألا يؤدي عمل بأجر أو مكافأة أنا بشتغل بأخذ مرتب يبقى ما ينفعش أن أنا أخذ مبلغ من المال حتى لو على سبيل المكافأة إلا إذا كان المؤسسة الحكومية هي اللي صرفه لي يبقى ده كده رسمي فهم نظمي ده قانوني لكن أنا ما أخذش من الجمهور أنا بأخذ مرتب مقابل أدائي للوظيفة دي يبقى لو جينا بصينا على الشاشة تاني عدم إفشاء أسرار العمل عدم مخالفة إجراءات الأمن العام والخاص ألا يؤدي عمل بأجر أو مكافأة لو جينا بصينا بعد كده هنلاقي تقديب العاملين بالمحاكم طب إحنا اتكلمنا عن قلت الحاجات اللي المفروض الموظف يعملها والحاجات اللي المفروض الموظف ما يعملهاش وإيه حقوقه قلت واجبات العاملين بالمحاكم الأعمال المحزورة إيه الأعمال المفروض ما يعملهاش أو يمتنعنا طب افرد هو بقى عمل عمل الحاجات اللي احنا قلنا انت ما تعملهاش ما تشربش خمرة أهمل في وظيفته قصر أفشف أسرار عمله يبقى النتيجة النتيجة عندي إن أنا بقول له في حاجة عندي اسمها تقديب العاملين بالمحاكم إن أنا بقدب الموظف بحوله المحكمة التقديبية يسموها تقديب العاملين بالمحاكم طب إيه تشكيل المجلس عندي المجلس بيتشكل من مستشار وإيه المحامي العام وكبير الكتاب في المحكمة ده في الاستقناف بالنسبة للمحكمة الاستقناف والنقد يبقى تشكيل المحكمة أنا عشان هجيب الموظف قبل ما حقق معاه في تشكيل معين للمحكمة تشكيل المحكمة بتتشكل من إيه من مستشار ومحامي عام وكبير كتاب في المحكمة ده في محكمة إيه وإيه الاستقناف والنقد ما ييجي في الامتحان يقول لي تكلم عن تشكيل المجلس في تقديب العاملين بالمحاكم او اكتب باختصار واكتب باجاز او اشرح شرح وجيز عن تقديب العاملين بالمحاكم هقسمهم له هقول له محكمة الاستقناف والنقدة عندي بتكونوا من المستشار والمحامي العام وكبير الكتاب مستشار والمحامي العام وكبير الكتاب ده بالنسبة لايه؟ الاستقناف والنقد طب لكن بالنسبة لمحاكم الابتدائية المحاكم الابتدائية زي ما احنا شايفين على الشاشة هلاقيها بتتكون عندي في المحاكم ويشكل المجلس من رئيس المحكمة ورئيس النيابة بالنسبة لموظفين النيابات يعني رئيس المحكمة بس ده بالنسبة لإيه موظفين المحاكم الابتداء إيه طب لا لو في موظفين النيابات يبقى رئيس النيابة ده بالنسبة للتقديم طب إقامة الدعوة التقديمية إيه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل إن بتقدم مذكرة باللي عمله الموظف الموظف غلط أو قصر في 1-2-3 فأنا بقدم مذكرة بعد ما بقدم المذكرة دي بتقام الدعوة بناء على طلب رئيس المحكمة ورئيس النيابة ده بالنسبة للموظفين النيابات ده بالنسبة لرئيس النيابة بيبقى هو اللي موجود مكان رئيس المحكمة ويتم إجراء التحقيق مع الموظف أنا بسأل الموظف سين أنت عملت كده ليه؟ إيه أسباب تقصيرك؟ إيه أسباب إهمالك؟ إنت ليه اتصرفت بالمنظر ده؟ فبعد ما بيتم التحقيق لو أثبت إن الموظف فعلا مخالف وعمل إجراءات مخالفة الجزاء اللي بيوقع عليه عندي هنا الإنذار يعني لو العقوبة خفيفة أنا بقول له لو سمحت ما تعملش كده تاني بعد إذنك ما تغلطش أو ما تعملش كده تاني لأ قرر في حالة إن هو بيقرر بحقق معاه وبقصم من الراتب بتاعه 15 يوم في المرة الوحدة يعني في المرة الوحدة أنا بقصم منه حققت معاه ما يزدش عن 15 يوم ما تدلوش مثلا 40 يوم في المرة الوحدة لأ هتديله جزء بس ما يزدش عن 15 ممكن ياخد يوم ممكن ياخد 2 على حسب ما القاضي اللي بيحقق معاه شايف هو العقوبة بتاعته قد إيه وتستحق قد إيه طب لو العقوبة على مدار السنة بقى المفروض أكتر خصم الموظفي بقى كام احنا قلنا 15 في المرة الوحدة على مدار السنة 30 يوم لو جينا بصينا على الشاشة هنا أهو قال لي إقامة الدعوة التقديبية تقام الدعوة التقديبية بناء على طلب رئيس المحكمة ورئيس النيابة قلت رئيس النيابة بالنسبة للموظفين النيابة ويتم إجراء التحقيق مع الموظف هههقق معاه الجزاء الموقع على الموظف إيه الجزاء؟ قال لي أول حاجة الإنذار اللي قلناها تاني حاجة الخصم من المرتب لمدة 15 يوم في المرة الوحدة و30 يوم في السنة كاملة يبقى 30 يوم ممكن يقول لك نقط الخصم من المرتب نقط في المرة الوحدة يبقى هقول له كام؟ 15 يوم طب قال لي لا الخصم على مدار السنة ميزدش عن كام؟ ميزدش عن 30 يوم لو جينا بصينا لمراجعة الصحف وقيدها صحيفة الدعوة يعني إيه صحيفة الدعوة؟ للناس اللي بتسمعنا الأول مرة أنت بتسمع دايما كلمة دعوة أنا هروح أرفع دعوة دعوة يعني بالبلة دي كده القضية اللي أنا هروح أرفعها عند المحام ودايما ده طلب بيتقدم من مين؟ من المدعي أنا عندي أطراف الدعوة الناس الراجل اللي هيرفع القضية ده بسميه مدعي أما المرفوعة ضده القضية ده بسميه مين؟ المدعي عليه يعني الست اللي هتخلع جزها دي مدعي والمخلوع الراجل الغالبان ده بنسميه مين؟ مدعي عليه يبقى فيه عندي طرفين في الدعوة مدعي ومدعي عليه وفيه عندي صحيفة الدعوة صحيفة الدعوة هنا وفقا للقانون اللي هي الأصل أن ترفع الصحيفة بناء على طلب المدعي يبقى بترفع الصحيفة بناء على طلب مين؟ المدعي أنا اللي عايز المصلحة اللي فيه حاجة متضرر منها يبقى أنا اللي هرفع الدعوة عايز مثلا تعويض من شركة ما واحد ضرب واحد فعايز ياخد حقه منه يبقى اللي رفع الدعوة ده بسميه مدعي المرفوعة ضده الدعوة بسميه ايه؟ المدع علي طب صحيفة الدعوة الاصل ان ترفع صحيفة الدعوة بناء على طلب المدعي لو جينا نشوف بيانات صحيفة الدعوة احنا تكلمنا عن الدعوة طب شكل الورقة دي ايه انا هروح اقدم ورقة كده وخلاص وقول له خد انا عايز ارفع دعوة لا طبعا لازم لها بيانات وشكل معين وضحالي القانون قال لي اول حاجة انا هكتب اسم المدعي انا الراجل اللي رفع الدعوة اسمي ايه ومحل الاقامة بتاعتي واللقب يعني واحد بيدلعوه بيقول له حمادة يبقى لازم يكتب اللقب قدامه حمادة هو اسمه محمود او سامح يبقى لازم يكتب اللقب انه هو لقبه مين حمادة او محمد لكن اسمه الحقيقي سامح طب بعد كده اسم المدعي عليه هشوف مين هو المدعي عليه ده اسمه مين اللي انا هرفع ضده الدعوة وبياناته برضو محل اقامته تليفونه لو موجود الموطن المختار عنوان كل من المدعي والمدعي عليه ده ساكن فين وده ساكن فين تاريخ تقديم الصحيفة يعني انا امتى قدمت الصحيفة دي طب ليه انا بسأل على تاريخ تقديم الصحيفة عشان في حالة تقصير الموظف ان هو يتأخر عن المدة المقررة للاعلان بالنسبة لمحضر الاعلان هو يعلن الراجل ده اتأخر عشان يعرفه او لاي سبب ما يبقى انا اعرف اجازيه طب انا هجازيه ازاي هجازيه من خلال تاريخ تقديم الصحيفة يبقى لو جينا مسكنا بيانات صحيفة الدعوة قال لي اسم المدعي واسم المدعي عليه الموطن المختار تاريخ تقديم الصحيفة تاني لما ييجي يقول لي ما هي بيانات صحيفة الدعوة ممكن يغير لي السؤال ويقول لي ما شكل صحيفة الدعوة هقول له لازم الشكل يبقى فيها ايه اسم المدعي اسم المدعي عليه الموطن المختار تاريخ تقديم الصحيفة المحكمة المرفوعة امامها الدعوة يعني انا هرفع الدعوة قدام محكمة المدنية محكمة القاهرة شمال القاهرة جنوب القاهرة محكمة أسوان الابتدائية لازم أوضح محكمة الاست презنة النقط لازم أوضح المحكمة اللي أنا هرفع قدامها الدعوة يبقى هقول اسم المدعي اسم المدعي عليه موطن المدعي وموطن المدعي عليه المحكمة المرفوع أمامها الدعوة الوقائع لو جينا يعني إيه الوقائع يعني ملخص للموضوع واحد رافع قضية على مثلا شركة معينة ان هي مدتلوش مستحقاته. واحدة تانية رفع قضية الطلاق على جزها. يبقى هتحكي الحوار ليه عشان جزها ضربها قدام الناس وجاب لها واحد وعشرين يوم فخلاص هي العش راح تستحال بينهم. بتحكي ملخص الموضوع. واحد تاني عايز يرفع مثلا دعوة بالطاع على مراته ويرجعها يبقى هيحكي ان هي حصل منها واحد اثنين ثلاثة وانا موفر لها واحد اثنين ثلاثة. دي بسميها الوقائع. ملخص الحكاية. ايه اللي حصل في الدعوة نفسها انا بحكيه ببساطة لي مين للقاضي. بعد كده بيان تاريخ الجلسة. بوضح في الدعوة نفسها امتى تحددتلي الجلسة. يعني واحد تحددتلي الجلسة يوم واحد خمسة الفين واثنين وعشرين. يبقى محدد ان تاريخ الجلسة بتاعته يوم كذا. يبقى في تاريخ الجلسة وتاريخ تقديم الصحيفة. وانفرق بين الاثنين. تاريخ تقديم الصحيفة انا امتى قدمتها. لكن تاريخ الجلسة دي الجلسة المحددة ليا لنظرها امام القضاء. صحف الاستئناف توقع من محامي مقبول. لازم الصحيفة لو هي صحيفة استئناف يبقى المحامي اللي هينظر امامها الدعوة لازم يكون محامي مقبول امامها. بمعنى يعني محامي الابتدائي ينفع ينظر في الابتدائي والجزئي. محامي الاستئناف ينفع ينظر في الاستئناف والابتدائي والجزئي. الدرجات الاقل منه. محامي النقد ينفع ينظر في كل دول. لكن محامي الجزئي ما ينفعش يشتغل نقد. ما ينفعش يشتغل استئناف. لاني انا زي ما بطلع كده زي الهرم. المحاكمة عندي لها درجات. المحكمة الجزئية في الاول بداية السلم. بطلع درجة شوية المحكمة الكلية او المحكمة الابتدائية. الاعلى منها درجة محكمة الاستئناف. بعد كده الاعلى لازم المحام يكون مقبول امام المحكمة يبقى لو جينا تاني كده قلنا نفكر بعض البيانات اللي في صحيفة الدعوة قلت اسم المدعي اسم المدعي عليه بيان الموطن بتاع كل واحد فيهم لقب كل واحد فيهم تاريخ تقديم الصحيفة تاريخ الجلسة المحكمة المرفوع امامها الوقائع وبعد الوقائع الطلبات انا طلباتي ايه انا عايزة ايه من الخصم انا رفع الدعوة ليه انا مش رفع الدعوة مثلا عشان هقول انا ده انا كنت مخصمة وخلاص الصالحنا والحمد لله لا انا بقول عشانها متضررة من واحد واثنين وتلاتة فالضرار ده وعايزة طالما انا اتضررت من كذا طلبة واحد واثنين وتلاتة واحدة مثلا جزها مليونير فهتقول لك انا هاخد نفقة مليون جنيه على حسب المستوى المعيشي او الوظيفة بتاع زوجي لكن واحدة تانية زوجها مثلا على قد حاله يبقى لا يمكن هي هتطلب مبلغ مليون جنيه اللي هتبقى مفترية لو جينا بصينا بعد كده انواع الرسوم القضائية بكده احنا قبل ما نخش على انواع الرسوم اتكلمنا عن بيانات صحيفة الدعوة وتكلمنا عن الدعوة الواجبات اللي المفروض الموظف يعملها ايه حقوق الموظف ايه اقسام الاعمال الادارية في المحكمة وهنتكلم وهنشوف مع بعض انواع الرسوم القضائية انواع الرسوم عندي نوعين فيه رسوم اصلية ورسوم تكملية تاني فيه رسوم اصلية بسميها وفيه رسوم تكملية بانواع الرسوم عشان نحفظهم وما ننساهمش اصلية وتكملية المحضرين اقسمهم ايه محضر قلم واعلان وتنفيذ النيابات نيابة كلية واستقناف وجزئية يبقى انا كده في عندي تلاتة يبقى احفظ كل تلاتة ايه بينقسموا الايه محضرين محضر قلم واعلان وتنفيذ الرسوم فيه رسوم اصلية ورسوم تكملية البيانات صحيفة الدعوة وتعريف الدعوة زي ما خدناهم بالبيانات صحيفة الدعوة شكل الدعوة المفروض يبقى عامل ازاي لو جينا تكلمنا على انواع الرسوم حلائي ان الرسوم عندي اصلية وتكملية ولو جينا مسكنا الرسوم الاصلية حلقيها بتنقسم الى رسم نسبي ورسم ثابت ورسم نسبي ثابت ورسم مقرر تاني انا عندي انواع الرسوم بتنقسم لرسم نسبي ورسم ثابت وفي رسم مكس بين الاتنين زي مكس الجبن كده نسبي ثابت من الاتنين بضم الاتنين ثابت ونسبي ونسبي ثابت وفي عندي رسم مقرر طب لو جينا مسكنا زي ما هنشوف على الشاشة كل نوع منهم ونشوف الاول قبل ما نشوفهم الرسوم التكملية يا ولاد في عندي رسم الاضافي ورسم الدمغة ورسم الصندوق بقى انا قلت عندي انواع الرسوم الاتنين اصلية وتكملية طب التكملية عندي بتنقسم اللي ايه اضافي ودمغة وصندوق اضافي ودمغة وصندوق لكن الاصلية قلت رسم نسبي ورسم ثابت ورسم نسبي ثابت ورسم مقرر نيجي نبص بعد كده الرسم النسبي اللي هو نسبة معينة في المئة من قيمة الطلبات يعني انا بطلب نسبة معينة من قيمة الطلبات بناءا عليه انا بحط الرسم هل دعوة الرسوم بتاعتها قيمتها مثلا ثلاثة دنيا هاخد عليها رسوم اكتر من الف دنيا لا طبعا فبناءا على نسبة الرسوم انا بحدد الرسم اللي هاخده بناءا على نسبة الطلبات عفوا انا بحدد الرسم اللي هاخده يعني بشوف الطلبات سقفة محة واصل لحد فين وبناءا عليه انا بحدد الرسم بتاعي هيبقى قد ايه يبقى ده الرسم ايه النسبي نسبة معينة في المئة من قيمة الطلبات لما يجي يقول لي اكمل في الامتحان الرسم النسبي هو نقط هقول له نسبة معينة في المئة من قيمة الطلبات ثاني نسبة معينة في المئة من قيمة الطلبات طب الرسم الثابت بقى الرسم الثابت ده مبلغ محدد يعني قيمة معينة محددة انا بفرضها على كل الدعاوي مبلغ محدد يفرض على الدعوة او الطلب مبلغ محدد يفرض على الدعوة او الطلب يعني انا مثلا هقول كل دعاوي الاحوال الشخصية انا هاخد عليهم نسبة رسوم خمسة جنيه يبقى اي دعوة عندي احوال شخصية هيبقى الرسم التاحة خلاص مبلغ محدد انا محددها هيبقى كام خمسة جنيه يبقى ما ييجي في الامتحان يقول لي فرق بين او قارن بين الرسم النسبي والرسم الثابت اللي احنا شفناه ده الرسم الثابت عندي مبلغ محدد بيفرض على الدعوة لكن الثاني نسبة معينة من قيمة الطلبات لكن ده مبلغ محدد يفرض على الدعوة او الطلب طب الرسم اللي بعد كده المقرر هو رسم مقرر يفرض باصل واقع الامر هو رسم مقرر بيفرض باصل واقع الامر اما الرسم الثابت قلت مبلغ محدد يفرض على الدعوة او الطلب لو جينا اتكلمنا عن الرسوم التكملية الرسوم التكملية عندي بيخصص اول حاجة عندي فيه حاجة اسمها الرسم الاضافي الرسم الاضافي لدور المحاكم ده انا بستخدمه في ايه بستخدمه ان انا او بخصصه في تأسيس المحاكم هطور من المحاكم هطور من الابنية بتاعتها هطور من المعدات ومن الاجهزة يبقى باستخدمه في الاساس بتاعة انشاء دور المحاكم او انشاء هبني ابنية جديدة يبقى انا بخصص جزء من الرسوم عشان اطور المحكمة يعني الرسوم اللي انا دخلة بنفس الوقت انا ايه هستغلها او هستخدمها في حاجة مفيدة ونفعة للمحكمة بطور من المحكمة من جزء من الرسوم اللي دخل عليها يعني مش برميها ولا بضيعها هضر بالعكس ده انا باستغلها في حاجة مفيدة ان انا بابني دور المحاكم الجديدة بحيث انها تبقى طليق بالشكل العام لو قال لي في القانون هنا عندي رسوم التكملية الرسم الإضافي لدور المحاكم يخصص لإنشاء وصيانة المحاكم وتأسيس دور المحاكم. أنا هعمل مباني جديدة هعمل صيانة للأجهزة الكهربائية اللي عندي التكفات اللي موجودة في المكاتب المكاتب اللي بيستخدمها الموظفين كل ده هتطلعوا من فين؟ من الرسوم الإضافية. يبقى هو يخصص لإنشاء وصيانة المحاكم وتأسيس دور المحاكم. ده بسميه إيه؟ الرسم الإضافي لدور المحاكم. يبقى دي كده أول نوع عندي في الرسوم إيه؟ التكملية. مش أنا قلت عندي أنواع الرسوم نوعين؟ رسوم أصلية ورسوم تكملية. أول نوع فيه التكملية قلت إيه؟ الرسم الإضافي لدور المحاكم. طب يا ولاد نجي نبص مع بعض كده هنقول رسم الصندوق ده تاني نوع ده بيخصص رسم الصندوق للخدمات الصحية والاجتماعية بيخصص للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية يعني ايه؟ يعني بيعمل تكافل زي تأمين اجتماعي كده للقاضي لو القاضي اللي قدر الله تعب حصل له اي حاجة يلاقي فيه رعاية صحية فيه تكافل ليه التكافل ده بيتم من خلال ايه؟ من خلال الرسم ده رسم الصندوق قاضي مثلا حصل عنده هيتجوز قاضي يبقى فيه تكافل وتضامن ليه من ناحية ايه؟ رسم الصندوق سواء من ناحية الاجتماعية او من ناحية الصحية لو جينا بصينا بعد كده رسم الدمغة قال لي ده بيشمل الدمغة النوعية والنسبية زي الدمغة اللي انت بتشوفها على الاستمارة لما بتيجي تعملها الاستمارة بتاعتك مش فيه دمغة بتحطه اهو هي الدمغة دي او بنسميها دمغة مشروعات دي هي الدمغة رسم الدمغة يشمل الدمغة النوعية والدمغة النسبية يبقى التكملية احنا تكلمنا عن دور المحاكم رسم الدمغة رسم الصندوق يبقى ثلاثة دمغة صندوق تأسيس وانشاء دور للمحاكم ده بالنسبة للتكملية طب انواع الرسوم قلت عندي فيه رسوم اصلية ورسوم ايه تكملية والرسوم الاصلية هي الرسوم واجبة الاداء اللي لازم على المدعي او المدعى عليه ان هو يقوم بدفعها وسددها لو جينا بصينا على مواعيد الحضور ايه المواعيد المفروض امتى الراجل المدعي ده يحضر اللي هو الاجل الذي اوجب القانون اجل يعني معاد الاجل الذي اوجب القانون ان يمضي بين تاريخ الاعلان للصحيفة وبين تاريخ الجلسة المحددة لنظرها يعني المعاد المفروض ان انا هحدده بين تاريخ اعلان الصحيفة من تاريخ ان انا اعلنت الصحيفة بتاعتي وبين تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوة عندي ده بسميه ايه مواعيد الحضور ممكن يقول لك اكمل ما هي او اكمل اوجبها لما هي مواعيد الحضور او مواعيد الحضور هي نقط او اكتب المصطلح القانوني هو الاجل الذي اوجب القانون ان يمضي بين تاريخ اعلان الصحيفة وبين وبين تاريخ الجلسة المحددة لنظرها طب بيتم الاعلان المدة خلال قد ايه يا شباب احنا الاعلان بيتم خلال 30 يوم من تاريخ تسليم الصحيفة فاكر في اول حلقة اما قلتلك لازم يبقى عندك تاريخ تقديم الصحيفة عشان لو الموظف اتأخر انا اعرف حزبه ادي هنا القانون قال لي فيه معاد 30 يوم من تاريخ التقديم يعني انا قدمتها يوم واحد يبقى اخر الغاية 30 من الشهر ان انا قدم ايه الصحيفة قال لي هنا زي ما احنا شايفين على الشاشة ويتم الاعلان خلال 30 يوم من تاريخ تسليم الصحيفة الى قلم المحضرين وفي حالة اهمال المحضر لو المحضر ده قصر او اهمل في شغله انا هعمل فيه ايه هتديله غرامة لا تقل عن 20 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه يبقى الغرامة اللي هيتفحها المحضر اتأخر راح وقال لك انا ملقتهش وانت كنت موجود لو انت فاهم قانون صح هتقول له لا يا عم ده انت فيه غرامة عليك انت تأخرت المفروض ان انت كنت تسلمني خلال 30 يوم الاعلان كده فيه تأخير يبقى انا هقدم مذكرة هيتقدم مذكرة هيتحقق معاه زي ما قلنا بناء على تشكيل اقامة المحكمة التقديبية هتبقى علي غرامة من كام من 20 الى 200 جنيه لو جينا رجعنا تاني هنا هو عملنا بصينا كده هو معانا انا عايزك قبل ما تطلع من الحلقة تكون تكون مادة اقلام الكتاب انا قلت من المواد اللي هي بتساعدك عمليا اكتر من نظريا في شغلك في المحكمة يعني ان شاء الله انت بكرة وبعد لو اشتغلت محضر لازم تبقى فاهم انت هتشتغل محضر هتعمل ايه ايه عملك اقسام المحضرين ايه لا اشتغلت كاتب جلسة اقسامك ايه فلازم تبقى طالع قبل ما تتخرج ان شاء الله تبقى انت مؤهل تماما لسوق العمل يبقى انت عندك الرصيد الكافي ان انت تنزل لمجال العمل تدوس فيه وتشتغل في الحديد طيب قال لي تاني اقلام الكتاب قال لي عندي بتنقسم لتلاتة اقلام كتاب اقلام جنائية اقلام محضرين تاني اقلام كتاب اقلام جنائية اقلام محضرين ما يجي في الامتحان يقول لي تنقسم الاعمال الادارية الى نقط ونقط ونقط هقول له ايه اقلام الكتاب اقلام الجنائية الاقلام المحضرين طب القسم المدني عندي أقلام الكتاب نفسه بينقسم لقسم مدني شؤون عاملين سكرتاريا قسم مدني شؤون عاملين سكرتاريا طب بتاع شؤون العاملين ده مختص بإيه هنقول شؤون العاملين ده مختص بإن هو كل ما يخص الموظف من نقل الموظف الإحالة إلى المعاش المهيات بتاعته الأجهزات بتاعته كلها عند شؤون العاملين والسكرتاريا والمكتبة بتختص بكل الأعمال الكتابية أما المكتبة فالإشراف على المكتبة واستعارة الكتب القضائية كده أنا أكون وصلت معاكم لنهاية حلقتنا أتمنى أكون يا ولادي النهاردة أفدتكم وتكونوا استمتعتوا بالحلقة أشوفكم الحلقة الجاية على خير إن شاء الله